طبعا الضربات الإسرائيلية هي تأتي من دولة خارج القانون وخارج الأخلاق وخارج أي عمل تابع لأمم متحدة أو ضمن إطار معين هذه الدولة أو هذا الكيان هو عبارة عن كيان إرهابي يعمل على نشر الإرهاب بطريقته في العالم وينفذ أعمال إرهابية ويخرق السيادة لأغلب الدول في المنطقة طبعا السيادة في سوريا يتم خرقها من قبل هذا الكيان الإرهابي الذي استمر على مر منذ نشأته بال47 إلى يومنا هذا هو كيان عسكري إرهابي بكل مكوناته ومؤسساته طبعا الهزيمة التي تلقاها في غزة من بعد سنة كاملة من حرب على المقاومين في غزة طبعا جنة جنون هذا الكيان وجنة جنون رئيس العصابة لديه نتنياهو الذي من بعد سنة لم يحقق أهداف هذه الحرب وهي إعادة المواطنين الذي يدعي المواطنين الإسرائيليين المحتجزين وتانيا منع إطلاق الصوريخ والقضاء على حماس وجهاد الإسلامي لم يحقق هذه الأهداف من بعد سنة فجنة جنونه وانتقل إلى جبهة أخرى هي جبهة اللبنان ونتحدث عنها لاحقا طبعا يريد أن يعبر عن هزيمته بالأعمال الأحادية الإرهابية بقصف مكان في سوريا مكان في العراق مكان في اليمن مكان في لبنان سيد مروان هذه الاستهدافات وخاصة الأخيرة لإسرائيل على الأراضي السورية يدفع ثمنها أيضا مدنيين لكن هناك أيضا بحسب ما تعلن إسرائيل وحتى وسائل إعلامية أخرى يكون هناك استهداف لشخصيات سواء من حزب الله أو من قناصر وفصائل إيرانية ومستويات من الضباط على مستوى من إيران هذه الاستهدافات كيف يمكن تبرير استمرارها على الرغم من معرفة سواء الإيران أو حتى سوريا أنهم باتوا مستهدفون على الأراضي السورية ولا يتخذون أي إجراءات تخفف من هذه الضربات ضدهم طبعا إسرائيل ونتانياهو الدعم الذي يتلقى من قبل الدول الغربية التي تدعي الديمقراطية والحرية والإنسانية كبير جدا وطبعا من بعدها العمسام أمريكا التي تدعم إسرائيل بشكل لا أخلاقي طبعا وفوضوي إسرائيل فقط في هذه الحرب في هذه الحرب حرب فقط غزة قبل أن ننتقل إلى حرب لبنان لو رفعت أمريكا يدها عن إسرائيل 48 ساعة فقط لإسرائيل هي مهزومة بكل مفاصلها 48 ساعة يعني اليوم الزخيرة حتى الزخيرة الصغيرة خط جوي دائما عسكري من أكثر من 10-15 دولة لإسرائيل بالدعم العسكري لأنه ما عندها زخيرة حتى ما عندها قوات تقدير قاتل من خوف القوات وانسحابهم وجنوده انسحابهم من أكثر من مكان طبعا ماذا جنت إسرائيل؟ إسرائيل جنت الهزيمة الأخلاقية في المنطقة جنت سمعتها التي كانت في الوحل أصبحت في مستنقعات طبعا من الوحل أنها دولة إرهابية تقتل الأطفال تقتل الشيوخ تقتل كل شخص يقول لا لا إسرائيل لا خطوط أحمراء لدى إسرائيل طبعا تقصف من جنون نتنياهو يقصف المدنيين إذا أراد أن يغتال أحد القادة من حركة حزب الله المقاومة أو إيران يضرب بناي سكنية كاملة يعني يعني اليوم بيقول أنه ولا ضربت الشقة هي الشقة طبعا ما هي بأثر على البناء على الشقق اللي فوق اللي تحت حتى في بعض الصواريخ بناي كاملة فبالتالي اليوم الضرب القادة يعني هذا عمل عمل لا يموت على دولة لا يموت على أخلاق يعني اليوم ضرب قادة ما فيه محل القائد في نائب ومحل النائب في نائب يعني اليوم نتيجة تخبط الكيان الصجيوني ونتنياهو يلجأ إلى الاغتيالات طبعا والاغتيالات بالطيران أو بالنسبة لإسرائيل عمل سهل جدا لأن الأقمار الاصطناعية الأمريكية والأوروبية وكل الأقمار تحت خدمة إسرائيل ما هي العوامل الموجودة في سوريا والتي تكون مساعدة لإسرائيل بنحيث تحقيق أهدافها وخططها الموضوعة داخل الأراضي السورية سواء ضد سوريا أو ضد جهات وأطراف أخرى موجودة على الأراضي السورية طبعا إسرائيل ما بدوا مني ساعدها طبعا إسرائيل تحكي إسرائيلي بتحكي 90% من دول العالم يعني 90% معها لإسرائيل وبتعاملوا معها وبقدموا خدمات جليلة لإسرائيل بالتجسس وبغير التجسس يعني السهل أن تأخذ أي هدف طالما إسرائيل كل الدول عبتقدم لها معلومات استخباراتي وأكثر من 14 استخبارات عالمية لدول موجودة تحت خدمتها لإسرائيل طبعا سوريا تعرضت لهجم كبيرة من 80 دولة وأكثر من 40 استخبارات عالمية كانوا يشتغلوا مع داعش وجبهة النصرة وما يسمى الجيش الحر طبعا تم اختراق الداخل السوري من قبل الاستخبارات العالمية يعني نحن بعد ما خلصنا من الحرب يعني اليوم ما خلصت سوريا من الحرب طبعا طب التعافي ببعض المناطق الجغرافية بس في بعض المناطق لم نتعافى منها فبالتالي مجال انه استصل المعلومة للإسرائيلي سهل جدا من الدول أو من الأفراد ولكن ما هدف يعني إلى أين سوف تصل إسرائيل يعني للأسف إلى أين من دمشق مروان عربي باحث استراتيجي ومحلل سياسي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لكم